مجازو رابعة عصرا لاخر اخبار المال والاعمال اهلا بكم اعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي ان رأس المال السوقي للاسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بالبرصة بلغ نحو 477 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو وذلك بارتفاع عن منتصف العام السابق بلغ 156 مليار جنيه اي ما يعادل 48.5% وبنسبة 11.9% عن اغلاق اخر جلسات التداول لعام 2013 واشار رئيس الهيئة الى ان مؤشر البرصة الرئيسي اي جي اكس 30 شهد صعودا بنسبة 71.8% مقارنة بنفس التاريخ من العام السابق وارتفاعا بنسبة 20.3% مقارنة ببداية العام واضاف سامي ان اجمالية قيمة التداول على الاوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية شهر مايو من عام 2014 بلغ 201 مليار جنيه مقارنة باجمالية قيمة التداول قدرها 107 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي كما اوضح ان تعاملات العرب والاجنب سجلت صافي شراء قدره مليارين وثمانمائة وخمسين مليون جنيه خلال نفس الفترة وفي سياق متصل كشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن تراجع حجم التمويل العقاري خلال نصف الاول من عام 2014 الى 280 مليون جنيه وذلك مقابل 338 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2013 بنسبة تمثل نحو 17.1% فيما يتعلق بمجال التأجير التمويلية اكد رئيس الهيئة ان النصف الاول من عام 2014 شهد ارتفاع في قيمة العقود بنسبة 27.9% وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل 3.1 من 10 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.4 مليارات جنيه حتى نهاية يونيو من عام 2013 وعلى صعيد تداولات جلسة اليوم سجلت مؤشرات البرصة المصرية تراجعات جماعية بختم تعاملات اولى جلسات الاسبوع متأثرة بمبيعات المؤسسات المحلية والافراد والاجانب وترجع مؤشر السوق الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة قاربت 3 من 10 بالمئة ليغلق عند مستوى الثمانية الاف وثمانمائة ونقطتين كذلك انخفض مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة واي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة تروحت بين 4 من 10 بالمئة و7 من 10 بالمئة وعلى صعيد القطاعات استحوذ قطاع الخدمات المالية على اكثر من 25 بالمئة من اجمالية حجم التداولات ولمزيد من المتابعة معنا على الهاتف السيد محسن عادل خبير اسواق المال سيد محسن بما تفسر تراجع مؤشرات السوق واتجاه المؤسسات المحلية للبيع خلال التعاملات اليوم سيد محسن هل تسمعني شكرا سيد محسن من الواضح ان هناك عطلة في الاتصال وننتقل الى الخبر التالي حيث اعلن الدكتور محمد محمود عسمة رئيس الشركة القابدة للمطارات والملاحة الجوية بدء الاجراءات التنفيذية للاستثمار بمشروع ايربورت سيتي بمطار القاهرة الدولي وذلك بعد الانتهاء من دراسات الجدوى للمشروع لافتا الى طرح قطعتي ارض في مزايدة تتيح الفرصة للمستثمرين المصريين والعرب والاجانب اقامة المشروعات بالمنطقة الاستثمارية المحيطة بمطار القاهرة الدولي الجدير بالذكر ان مشروع ايربورت سيتي يوفر 30 الف فرصة عمل مباشرة وتسعين الف فرصة عمل غير مباشرة وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 70 مليار جنيه اظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع القيمة المضافة للانتاج الصناعي السنوي في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2012 بنسبة 9.8% لتتجاوز 290 مليار جنيه واضح الجهاز ارتفاع قيمة نشاط استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي خلال عام 2012 لتصل الى 201 مليار جنيه بزيادة قدرها 8.4 من 10 بالمئة كما اشار الى ان قيمة الانتاج الاجمالي بسعر السوق ارتفعت خلال الفترة المذكورة بنسبة 8.8 من 10 بالمئة لتسجل 543 مليار و600 مليون جنيه نهاية الموجز شكرا لحسن المتابعة اشتركوا في القناة